دانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار الإسرائيلي بطرد الموظف بمنظمة هيومن رايتس ووتش عمر شاكر عقب عملية تضييق وملاحقة استمرت أكثر من ثمانية عشر شهراً واعتبرت ذلك محاولة لإسكات الجهود الرامية لتصلت الضوء على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية هذا وندد المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينث روث بقرار الطرد مدير مكتب المنظمة فيما أيدت المحكمة الإسرائيلية العليا قرار الحكومة بمجاب قانون مثير للجدل صدر عام 2017 يحضر دخول أنصار مقاطعة إسرائيل يشار إلى أن القضية المرفوعة ضد شاكر تستند إلى تصريحات منسوبة إليه تدعم المقاطعة كان قد أدل بها قبل توليه منصبه فيما تستخدم الحكومة الإسرائيلية انتقاداته للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية كدليل على عدائه لإسرائيل